السلام عليكم موضوعنا اليوم يخص الكاربوهيدرات الكاربوهيدرات مثل ما أكرنا أعرف أنه هي مواد تتكون من يعني إجهة تسميتها من مكوناتها تتكون من كاربون هادروجين أوكسجين واحدة من المجاري كلاس أوف بايومولكيول يعني الجزيئات اللي تكون الجزيئات الحيوية والبروتين عندنا أربع أنواع فهي الكاربوهيدرات هي واحدة من عدهم والنيوكليك أسد واللي sociedade يعني قم دي الكاربوهيدرات والبروتين والنيوكليك أسد والليبيت هي واحدة من المجاري كلاس أو بايومولكيول يعني الشيء الشائع أو المشهور بالبيومولكيول والجزيئات الحيوية الكاربوهيدرات وتكون الضيهاد أما تكون كيتون يعني مركبات أما بها الـ function الضيهاد أو بها الـ function اللي هو الكيتون ويشنو أدها multiple hydroxy group يعني hydroxy group مرتبطة بيها يعني متعددة أكثر من مرتبطة بالسلسلة يعني هي سلسلة بيها الضيهاد وكيتون أما الضيهاد أو كيتون يعني معاوضات وبيها multiple hydroxy group they make up most of the organic matter on earth وتكون معظم المواد العضوية الموجودة بالأرض because of their extensive rule in all form of life لأنه عندها دور قوي وفقال بكل الأنواع الحياة first أول شيء الكاربوهيدرات serve as energy store الكاربوهيدرات تكون مخزن للطاقة والفول والميتابوليك انترميديات هاضمة إذن الكاربوهيدراتية شنو energy store مخزن الطاقة والفول والميتابوليك انترميديات يعني الأنزيمات الهاضمة second ribose and deoxyribose sugar form part of the structural framework of RNA on DNA إذن عندي عنده شغلتين أول واحدة من عدهم تكون energy store يخزن للطاقة وثاني بيتابوليك انترميديات وثاني واحدة من عدهم ينطيني ribose وديوكسي ريبوز هاي السكالات اللي تدخل في تركيب ال RNA و DNA اوكي فهاء هي وظيفته وتركيبه يقنيت كوه من الديهادوكيتون وملطيب الهادروكسيلوغروب ثالث شي يقول polysuccharide arctracular element in the cell wall تمام احنا قلنا هاسا اول وظيفة عنده شنو energy store ثاني وظيفة عنده شنو framework ال RNA و DNA ثالث وظيفة هي شنو هي polysuccharide يعني السكالات المتعددة راح شنو تلعب دور مهم بالسيل وال في الجدار الخلوي مع البكترية ومع النباتات تمام تلعب دور مهم بالسدار الخلوي للبكترية والنباتات and fact بالحقيقة السيلولز السيلولز هو the main constituent of plant cell wall السيلولز هو المكون الرئيسي بالخشاع الخلوي مع النباتات اوكي فإذن عندي السيلولز اللي هو polysuccharide اللي هو المكون الرئيسي اللي هو المكون الرئيسي اللي موجود في النباتات and one of the most abundant organic compound is biosphere هو شنو واحد من المركبات العضوية اللي تكون واضحة جدا او مشهورة بالبيوسفير رابع وظيفة الكاربوهيدرات هي شنو هي يقول يعني ترتبط بالبروتينات ترتبط بالليبد تمام؟ تلعب دور محمد بالمدياتين انتراكشن بتفاعلات يعني تفاعلات تصير خلال الخلية او بين الخلال المختلفة عند اثر اليميت انتراكشن يعني اذا عندي اربع فوائد الكاربوهيدرات اول شي تكون energy storage تخزان الطاقة ثالث شي تدخل بتركيب الدي اي والار اي اي ثالث شي البوليسي القرائل عندها يعني موجود بالسيال والوال وتكون مادة واضحة بالبيوسفير ورابع شي عدها كيرلور شنو شي يسوي تسمحلي بالتفاعل بين الخلال المختلفة تمام؟ empirical formula of many simpler carboهيدرات قدني التركيب many simpler carboهيدرات التركيب الابسط carboهيدرات هو شنو CH2O تمام؟ hence the name hydrate of carbon يعني من خلال اسمها نعرف انه يصير hydrate للكاربون type of carboهيدرات قدنا نوعين simple carboهيدرات وcomplic simple شنو يعني احنا بصورة عامة انه الكاربوهيدرات هي شقر اذا كانت جزيئة واحدة او جزيئة شقر واحدة اسميها شنو mono كانت جزيئتين شقر مرتبطة ومتطني carboهيدرات اسميها die تمام؟ اي شي بشقر هو carboهيدرات ننتهي من عنده هذا الموضوع لكن تصنيفه المونو شنو بجزيئة شقر واحدة ال die شنو جزيئتين شقر مرتبطة مع بعضها فهذا اسميه simple اما الكمتليكس اللي هو الوليغو يعني من 3 الى 10 جزيئات سكر مرتبطة مع بعضها ومقونتني هذا الكاربوهيدرات البولي سكرات يعني تكون سلسلة طويلة من الشقر مرتبطة يعني فهذا 20-30 جلوكوز مرتبطة ومقون هذا كاربوهيدرات مثل الجلايكوجين والستارش والفايبر الجلايكوجين والنشة والفايبر الالياف البوليهايدروكسي الديهايد or ketone that can't easily be further hydrolyzed ادنى شنو المونو سكرات هي شنو هي البوليهايدروكسي الديهايد or ketone يعني هي و ketone احنا مثل ما ذكرنا قلنا الكاربوهيدرات هي اما الديهايد اما ketone تكون بوليهايدروكسي يعني متعددة الهايدروكسي متعددة الOH can't easily be further hydrolyzed يعني من اجي اخليها هي شقر من اجي اخليها تحليل يعني ما تنطيني غير شي اوكي مثلنا الديسوكرات من اجي احلها تنطيني 2 جلوكوز موليكوز او شقر موليكوز اما المونو لا هي اصلا وحدة ومن اجي احلها كل شي ما تنطيني اسميها simple شقر قدنا حسب النبر او كاربون نجي نحزبه ونجي بالتسمية احنا كنا ماخدين بالعضوية التسمية انه هي مثلا 3 trioses 4 tetroces تمام 5 benton bentosis 6 hexanhexosis او 7 يكون heptosis و 8 nonosis اوكي فعدني مثلا ان 3 tetroces هو مثال علي منه الكلستراليهايد الاربعة tetroces مثال علي منه الارثرو الارثروز الخمسة مثال علي منه الريبوز 6 glucozo فريكتوز السبعة seed of heptorose التسعة neuromonic acid اذا قدنا هسا خدنا المونو اللي يتكون من جزيقة واحدة بس من الشقر قدنا الاليجو هو شنو hydrolyzable polymer of 26 monosuccharide يعني شنو الاليجو هيتكون من اثنين الى يعني فوق الاثنين الى ثلاثة او اكثر جزيقات شقر مرتبطة مع بعضها شنو كاتبلي هنا يعني شنو hydrolyzable يعني من اجي احاللها راح تنطني جزيقات شقر هي مثلا ثلاثة احاللها كل واحدة تروح الطعف لكن المونو قلنا شنو ما تتحلل لان هي جزيقة واحدة الداي سكرايد شنو من اسم الداي تتكون من توكو مونو سكرايد مثل الثال عدنا منه السكروز واللاكتوز اوكي السكروز واللاكتوز كون دا سكرايد اما البوليسكرايد السكريات المتعددة قدنا شنو hydrolyzable polymer اكتر من 6 مونو سكرايد مرتبطة مع بعضها اسميها hydrolyzable polymer يعني شنو hydrolyzable يعني قادر على انه تتحلل الهومو polysكرايد هو شنو الهومو هو بوليمر الهومو يعني شنو متشابه والهيتيرو المختلف هاي المصطلحين هات لازم نعرفهم يعني حتى بحياتنا العامة انه الهومو هو شنو هو متشابه الهيتيرو شنو مختلف الهومو هو polymer of single type of monosucceride يعني مونوسكر نفس الشقر يرتبط وياه نفسه حتى يكون لي هذا الـ polysucceride مثلا غلوكوز حتى لو شنو عندي 1000 وحدة مرتبطة لكن شنو بس غلوكوز ما عندي غير شي مرتبط اسميها هومو مثلا عدنا منه glycogeno السريلوز الهيتيرو يعني شنو polymer of atlas two type of monosucceride يعني عدنا غلوكوز وفركتوز ولاكتوز كلهم نجعل تبطونه سوية وينطوني هذا الهيتيرو اللي يكون مختلف تمام بأكثر من نوع شقر مثل الغلوكوز aminoglycan عدنا دارتري كاربوهيدرات السكاروز الغلوكوز والفركتوز شبيهم واللاكتوز تكون دولة digestible تنهضهم السليلوز واثر بلانت polysucceride مثل البكتين والقم non-digestible by humor يعني ما يصر بيها هذا بواسطة جسم الإنسان all the monosuccerides are absorbed into the bloodstream from the gut فقط المونوسucceride راح تمتص من خلال الدم تمام أو تمتص للدم from the gut بس المونوسucceride يتم امتصاصها من الدم حتى تروح لل gut إذن أنا عندي البولي والأولي وذولة كلهم ما يفيدوني كلهم يتي فالجسم راح يستوي كل ما يفوت لبولي أو disucceride راح يحلله ويحاول إلى mono يروح للدم digestion of carbohydrates involve their hydrolysis into mono دائجسن يعني شنو يعني راح يسول hydrolysis يحللوها إلى mono سucceride آيزومرزم الآيزومرزم هو شنو هو compound with the same molecular formula but with different structure يعني مكون عنده أو مركب عنده نفس المكونات هاي C هنا نفس شي الOH نفس شي الH نفس شي كلها نفس شي تمام لكن شنو لكن أندي اختلاف اختلاف الشنو بالstructure أنه مرات يكون المعاوضات مختلفة نفس المكونات بس يعني تعاوضها بالأماكن يختلف عندنا functional group آيزومر والdifferent functional group مثل عندنا الدروكسي أسيتون وحدا منهم شنو المعاوض مالها هاي الجليس الالديهايد المعاوض مالها الديهايد CH2OH قدنا هنا لدى هاي دروكسي أسيتون شنو المعاوض مالها المعاوض مالها كيتون تمام فعدنا اختلاف بهاي الطريقة أنه بالfunctional group تختلف اسميها آيزومر يعني كل وحدا منهم نفس المكون نفس الشي بس هاي بها الديهايد وهاي بها كيتون أدنى الـ يعني اختلاف بالموضع تمام والسبستيون تقرب أدفران سي أتم يعني 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 السي مثلا مرة تحمل OH مرة تحمل H مرة تحمل O أوكي فيتم يعني مناخ ربط هذا التركيب تلطيني آيزومر يعني هي سي تتحمل أنه مثلا هنا الـ ناصر بالليم وهكذا تمام أنتي فهي هاي الآيزومر يعني شنو مرة تتكوون من نفس الموليكولار فورميلة أو نفس الـ مثلا الضيهاد أو كيتون ونفس الموقع لكن التركيب مالت هي يختلف تمام فهذا فرغا عندي فرغا السي والترانز آيزومر اوكي احنا كنا نعرف السي والترانز شنو الترانز هو فشي اسميه بالتناظر اوكي نعم متناظرين هذا سي واش بهم واحد هو قداب الثاني بس اسميها بالتناظر اما السي راح شسميه اسمي اللو هو شنو هذولا متجاورين تمام هذولا هو متجاورين فاسميهم شنو متناظرين اهنا هذا شنو هذا مقابل اللق فاسمي هاي بالمقابل هنا تناظر وهنا تجاور تمام بعدنا هنا شنو تناظر وهنا شنو تجاور الايزومارزم يعني قلنا مقابل هي مركبات قدها نفس المجموعة الفعالة ونفس المواقع المعوضين بها اله وال الو اج تمام بالمقابل عن المعوضات خليت واحد بالليبنة واحد باليسرع ففرض ناش قايا اللي اقول الكاربون c is asymmetric يعني شنو يعني يتحمل انه يصير بي افر المعوضات مالتا اذا ايو البي و الدي ان ار فور different group يعني هو سمينا شنو سمينا asymmetric ليش يعني المرتبطة باربع group مختلفة مفرض انه لو كان عندي اثنين اي متعوضة يعني ما اكو لحد شي هذا كله يختلف لانه هو يكون مو ايزومر المهم فعندي اذا كاربون مرتبطة باربع مجاميع مختلفة ضروري انه تكون مختلفة تمام different group the four different group the A والB والD والE can be arranged اقدر انظمها شا سوي انظمها in space around the sea atom اقدر اخليها بالمكان اللي حاول درة الكاربون بطريقتين مثل مع قلنا مرة اخلي الA باليسرا مرة اخلي الA باليمنة وهي شي تجنير two different compounds فمن اخلي الA باليسرا ينطيني مركب ومن اخلي الA باليمنة ينطيني one member of the pair is said to be the inan of the other يعني واحد من هاي الخلايا هسا هذا شنو هذا نسمي inan shomer المن inan shomer الهذا الثاني ليش لو نفس نفس المكونات الاربعة لكن اكو اختلاف بمواقع من اليمين ومن اليسار الاناشيومرز هو شنو are pair of compound يعني زوج من المركبات with exactly the same connectivity يعني هاي شنو دولة هم مركبين نفسهم يتشاب هون طبق الاصل بس الفرق شنو الفرق انو شنو عدنا opposite three dimensional shape يعني ناس من اليمن وناس من اليسرا فقال الاناشيومرز مثل ما نقول هنا one member يعني يعني واحد هو منبر من هذا الاناشيومرز غلاف واحد من هاي الاناشيومرز شي سوي والراتيات راح يدور لي الplane of the والراتيات راح يدور الplane of the polarized light الضوال المستقطب in a clockwise direction it is said to be the dextro rotatory which is labeled as D راح سموه شنو dextro rotatory سموها بالD تمام هلا شعن انو واحدة من نعدهم راح اصر بيها انو مثلا اخير A باليسار والD باليمين اسميها D يعني راح يفر الضوال بالاتجاه المعاكس بسميه شنو اسميها L اوكي فعندي هنا مجموعتين الD والL الD انو هي شي سوي راح rotatory the polarized light clockwise يعني تفر الضوال الضوال بتجاه عقرب الساعة اما L تفر الضوال عقرب تجاه عقرب الساعة تمام مثلا A اذا كانت بليسرا اسميها D اذا كانت بليمنة اسميها L وهكذا اتجاه عقرب الساعة وشون تفرضو خلاله عدنا most naturally occurring sugar or di isomer يقول sugar كلها هي di isomer مثل ما ذكرنا ما عدنا الشي اسمي L عدنا هاي مثلا هاي ذرة الكاربون 1 2 3 شنو هي اسميه كاربون هو glyceral dehyde عدنا المصدر هو أبسط به المونيسكر هو اسمي الكاربون عدنا Fisture Projection Formula يحتوي على Fisture Projection Formula الكاربوهيدرات وذان aldehyde group called aldose ونعرف ان الكاربوهيدرات اللي تحت تحمل aldehyde اسميها aldose وال كاربوهيدر اللي تحمل كيتون اسميها كيتون تمام هاي عندي هاي المركب بي شنو بي سي كاربون تمام الو هنا باليمين وال aldehyde فوق اسمي glyceraldehyde دي هنا شنو احنا اجه فره خلي الو اجه باليسره احنا مرشاد باليمين اسمي دي اجه خلي الو اجه باليسره شسمي ال glyceraldehyde وهاي ده هادروكسي اسيتيت يعني كيتون المعاوض عندي مو aldehyde المعاوض عندي كيتون اف اكون باون هاز اين اسمتري كاربون شسمي يعني يحتوي على two different optical isomer d l فردل عدنا carbon اجه aldoze aldoze هنا كلهم aldoze مثل كاربون هو شغير اذا كان ثلاثة واحد اذا كان اربعة درات كاربون اثنين خمسة ثلاثة وهكذا تمام ال optical isomer حسب درات الكاربون يعني كل كاربون اده اده 2 optical isomer هي asymmetric مرتبطة بيها اربعة مجامع مختلفة هي عدها شكلين ال optical active isomer that are not isomer are di estereo isomer يعني optical active isomer isomer not in isomer are di estereo isomer فردل عدنا هاد ال glucoz هاد l-demanoz هاد l-galactose l-frictose l-ribose كل هشنو هو not inans shomer تمام بس isomer بيها ديو ال di estereo isomer that differed by their configuration on a single asymmetric carbon are appear يعني هاي بيش تختلف هاي المركبات هاي اللي هست ذكرنا ها تختلف انو ده configuration single carbon مالت هش بي epimer هو شنو are di estereo mirrors that contain more than one car center but the fear from each other in the absolute configuration at only one chiral center يعني هي شنو هي diastereo تحتوي على شنو more than one car center يعني شنو هاي هاي شنو هاي هاي اذا هاي 2 epimer خوش هاي 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 اربع epimer هاي وهذا يعني وهنا عدنا هنا الكاربون رقم اربعة هو epimer خوش مصدرة مصدرة nucleic acid on metabolic intermediate تمام مرضى رهم nucleic acid الحامض النووي وال metabolic intermediate structure component of nucleic acid يقول هو التركيب البنائي للحامض النووي وال coenzyme مثلا يحتوي مثلا يتكون من ATP NADP وال flabbing enzyme الribulose هو شنو من اصنعه من metabolic intermediate شي راح يسوي intermediate in the pentose phosphate pathway ال arabinose هو plant gum نتاخذ من نبات الصمغ هو شي يسوي constituent of glycoprotein ال D-glucose plant gum protoglycone اخذها من plant gum protoglycone من glycos همين glycone يشبيهم corn institute of glycoprotein exylose شبيها هي ناخذ من metabolic intermediate راح يسوي يعني راح تنطرح باليورن لاذا اكتر تعرف على ان ال يورن بيشور او لا D-glucose من ناخذ ها هال اللي مشهورة من الجوز من الفواكه من النشا وغيرها وغيرها هو سكر الدم عبسط من هذا ينطرح بالجسم وغيرها راح ينطرح باليورن جلوكوز يوريا يعني لما البيشن عند دم راح قلقي باليورن تنطرح شنو تنطرح جلوكوز فاعرف انه عند جلوكوز يوريا انه زكرا صعد الفركتوز مثلا عندنا عصر الفواكه والعسل والهدروس والشوغر والانولين والانزيماتي ايزومريزيش سير فور فو مانيفيكيش هال دي فركتوز بها مانيفيكيش بها ايزومريزيش بها بصورة مباشرة بصورة مباشرة يعني بعض الناس يكون عندهم مراثة انه ما يتقبلون هذا الفركتوز لتوفر كما عند هايبو غلايسيميا راح تجمع الغلاكوز ويقوم هايبو غلايسيميا ينزل السكر دي غلاكتوز هو محاضر تحلل حلقة اللاكتون تنطني الجالكتوز readily metabolize to glucose بسرعة يتحلل إلى glucose يعني blood sugar synthesize in the mammary gland or synthesize for synthesize of lactose in the milk ويتكون هنا بال mammary gland وينطني اللاكتوز الموجود بالحليب a constituent of glycolipid and glycoprotein هو مكون لجليcolipid والجليcoprotein hereditary galactosemia as a result of failure to metabolize galactose lead to cataract يعني hereditary glycolico galactosemia يعني هي عدم تقبل galactose بصورة وراثة يعني patient يقول يكون ما يتقبل هذا عنده حساسية منها يؤدي لاشنو failure to metabolize galactose يعني galactose ما يصير بيها metabolism تتجمع بالجسم وتصوي ليشنو cataract المانوز hydrolysis of plant managum يعني هو تنتج من حلو اللبات سمغ المانا constituent of glycoprotein هو مقون مقورات glycoprotein reaction involving aldehyde and ketone group carbohydrate عدنا التفاعلات تضمن aldehyde والكيتونات هاي كل التفاعلات تضمن aldehyde والكيتونات عدنا أول شي aldehyde can react with an alcohol to form a heme acetyl هذا aldehyde يتفاعل لي الكحول اللي بي OH شي يكون لي heme acetyl يعني aldehyde يتفاعل ويا الكحول حتى يكون لي heme acetyl يعني هاي أكسر الأعصرة وأضيف لها H تمام أجيب هاي H أكسر الأعصرة وأضيف أسويها OH ينطين heme acetyl أو الكيتون ketone can react with an alcohol to form heme acetyl نفس الشي هاي الكيتون تكسر الأعصرة تنطيني OH بنفس الطريقة البنتوس and hexoses can cyclize أن البنتوس والhexoses اللي تكون يعني الالدهادات والكيتون اللي تكون مكونة من خمس درات كاربون أو ست درات كاربون can cyclize نقدر أن نسويها على شكل حلقة as the ketone or aldehydry or the distal OH يعني الالدهاد والكيتون هاي الالدهاد والكيتون هاي المجموعة الوظيفية تمام من تجي تدفاع الليوية لهذا الOH اللي يكون هاي الالدهاد اللي هنا الفوق أو الكيتون حط له كان الكيتون مو مشكلة من تجي تدفاع الوية من تدفاع الوية البعيدة عنها رح تنطين تدوير تمام as the ketone or aldehydry react with distal OH glucoz forms an intramolecular hemi astal اللي glucoz رح شي كون اللي intramolecular hemi astal يعني كون داخل l-intramolecular hemi astal group داخل الجزيئات أو داخل الجزيئة عدنا C1 aldehyd هو C5 OH هاي C1 شنو aldehyd هاي C5 شنو OH تمام react to form 6-member pyran pyran تتفاعل حتى تكوني 6-member pyranose ring name يسميه pyran these representation of the cyclic sugar are called heart projection هذا يعني من الأسل أجي يسوي أحاول الشغر من سلسلة إلى حلقة يسموه heart projection تمام فإذن عندي تحويل الشغر من حلقة إلى من سلسلة عفوا إلى حلقة فأسميه شنو heart projection فإذن عندي هذا الفريكتوز يتكون من شنو من 5 درات كاربون أو عفوا أي 5 أو 6 درات كاربون مرتبطة مع بعضها وبيها هنا aldehyde group تمام راح من أجي راح أسوي شنو عند أسويها على شكل حلقة فراح أجي هاي ال aldehyde group وإن أسويها أضيفها ألمن هاي CH2OH هاي ال aldehyde رقم 2 C رقم 2 أجي أسوي لحلقة ويا من أفعلها WC رقم 6 تشوفون هنا هاي C رقم 2 فعلتها WC رقم 6 وبقت CH2OH برا ونطعني حلقة خماسية الفركتوز فومس إذر الفركتوز أما يكون 6 ممبر بايرونوز رنج يعني حلقة سداسية تسميها البايرونوز بايري أكشن تتفاعل C2 كيتو جروب with the OH on C6 يعني هاي C2 هاي C2 الكيتو جروب تتفاعل منه والOH الموجودة بس هاي C2 الثانية تتفاعل والOH الموجودة هنا تنطيني 6 ممبر رنج أو أما هاي C2 أو تنطيني 5 ممبر فورانوز خمس يعني خمس درات كاربون بايري أكشن بايري أكشن بايري أكشن بايري أكشن هاي C2 هاي شي سويت تتفاعل ويا منه والOH الموجودة بالحلقة الخامسة يعني هاي إذا هاي C ومبد بالبون تتفاعلت ويا الكاربون رقم 6 تنطيني حلقة مكونا من 6 درات كاربون إذا هاي C2 تتفاعلت ويا هاي الأو أش اللي برقم 5 تنطيني خمس درات كاربون وهكذا عدنا لما أسوي أسوي أدور أو أحول من السلسلة إلى حلقة للغلوكوز راح ينتج لشن نيو أسايمتريك سنتر أات C1 هاي السيوى شي بيها تكون أسايمتريك سنتر عن درات كاربون تحتوي على أربع مجاميع مختلفة يعني هي ال-H وال-O وال-O O-H وال-C تمام أسميها شنو وال-T-U-S-T-E-O-I-Z-O-M-R AL-C-L-E-N-O-M-E-R الألفا والبيعتا أسميها أدتو ستيري عيزومر ألفا وبيعتا أسميها الألفا اعميها ierung حتى الح living هذه حلقة حتى تمام اج Ziel أض Analytics 1 بشيك به بأنه بخترر تصديقه بخترر روية �대olin مثلا ، الاحال Analytics 2 sm بجوة الطبيعات سوى نفت لسم nous ألفا يعني تبعنا بقينا هنا. الفا الالفا تكون جواة والبيتا عن اله تكون فوق تمام. هنا كنا في البحث البحث مختلف عن اله تكون جواة. البتا عن اله تكون فوق. تمام قد نبحط الشنو. الالفا ديك لايكو بارانوز والبتا ديك لايكو بارانوز نفس الشي حطلوة كان اعقد شي المركب اعقد شي بالدنيا انا ما يهمني بالالفا شي يكون يكون الوه جوه و بالبتا شي يكون الوه فوق نقطة يعني ماكو غيرها البيكوز اوف ده تترا هيدرال ناتشر اوف كاربومبونت بارانوز شوغار لانه هاذا البارانوز عنده شنو تترا هيدرال ناتشر اش بيه اكتوالي اسم اكير او بوت يعني شنو انت تترا هيدرال ناتشر طبيعا تكون رباعية الهايدرات راح شستوي راح تنطيش شكل على شكل كرسي او قارب هاذا شكل المعقد ليش لانو انت تترا هيدرال ناتشر depending on the sugar اعتماد على الشغر the representation above reflects the care configuration الrepresentation اللي هنا فوق دي عكس لي care configuration شكل الكرسي of the glycoparanose ring more accurately than the heart projection يعني يكون ادق من the heart projection تمام؟ عندي هاذا الشكل او هاذا الشكل ادنا البايرون هي حرقة سداسية والفورون هي حرقة خماسية تمام؟ ادنا chair confirmation هذا شكل الكرسي او شكل القارب شكل الكرسي او هاذا يصير شكل الكرسي او هاذا يصير والحلقة هاذا تكون تمام؟ اما دايسوكارايد مثال عندي من دايسوكارايد عندي المالتوز هو اكليفاج بروديكت اوف هو المادة يتكون من الاكليفاج من تكسره لستارت النشة الاميلواز خاصة من راح تصر بياه اكليفاج راح تنطني المالتوز هو شنو هو دايسوكارايد تمام؟ عفوا هو شنو المالتوز راح يكون لي النشة فمن احال نشة تطني مالتوز اذا هو المادة اللي تكون النشة الاميلواز هو شنو هو دايسوكارايد يعني متكون من two glucose group وذان alpha one to four glycosidic link between c one to c four or each of two glucose شن يعني alpha شن يعني one to four اول شي اجي عندي ها جزئة glucose حسا شرحناها قاعدة بأمان الله هاي الجزئة glucose عندي ايتش هنا فوق وقاعدة جوة تمام؟ عندي ايتش فوق وقاعدة جوة انا قلت انو الكاربوهيدرات تكون اكثر يعني تشبيرة شي متفرع يعني بيها بولي بيها مبداي بيها ولي قوي لازم اربطها ويا غيرها خماتر قاعدة شي لازم اربطها ويا مجموعة كاربوهيدرات اخرى هسا هاي عندي glucose اوكي مونوشوكارايد طبيعي بس انا بروري انو اربط هاذا غلوكوز بغلوكوز ثانى حتى احصل على دايس وكرايد حصل على بولي المهم عملت الربطه شلون تكون هاذا الغلوكوز عندي هنا H فوق وقاعدة جوة خلصن هلون راح يرتبطون طريقة رابطه شلون تكون هنا مو عندي H فوق وقاعدة جوة H فوق وقاعدة جوة هاي الوه اللي جوانيات شاسوي بيهم راح اربطهم مشلوان اطلق جزائتين ايش من عودهم اطلق جزائتين من عودهم ايش وتبقى بس الو رابطتهم فتسمي هاي اسميها غلايكو سايدك بونت او غلايكو سايدك لينك بتوين السي وان والسي فور او ايش هاي سي وان وهاي سي فور تمام احنا نجي نحسب هاي شنو واحد نية ثلاثة اربعة خمسة هاي شنو واحد نية ثلاثة اربعة اذا الوان والفور شنو عاجي اربطهم بهاي غلايكو سايدك لينك تنطيني المالتوز اوكي it is the alpha number c10 point down قدنا السيلو بايوز هو شنو هو product of cellulose معنى مكون مكونة السيلوز break down منا سوي break down للسيلوز هو ينطيني سيلو بايوز شنو is the other ways equivalent beta anomer هو شنو equivalent beta anomer او on c1 point up تمام فراح تربطه شنو beta one to four glycosiding linkage is represent as zigzag but on glucose isn't actually flipped over relative to the other يعني شنو يعني شنو beta anomer احنا قلنا اول اول شي ربط انه هو كان alpha حسنا شنو صار beta هنا شي يقول يقول هنا الواتش كانت جوة هنا شنو كانت هم جوة موقعها صار جوة فشنو من اجي اربط اقول هو شنو اولها alpha لكن هنا عندي هذا الكلوكوز وهذا الشقر وهذا الشقر فعندي هنا الواتش فوق شنو الواتش فوق تمام وهنا الواتش جوة شون اجي اربطهم بنفس الطريقة اربطهم لكن اسويها هيجي شايفين مثل زيجزاق وكيف يسمونا هذا البيتا اذا كانت الواتش فوق فالشقر هي فوق وبالشقر الثاني هي جوة اسميها بيتا اذا كانت اثنائتهم هنا اثنائتهم نفس المكان جوة او فوق عادي اسميهم alpha تمام قدنا لحد الان الفا والبيتا عرفنا هي شنو هي مثل قدنا البيتا هي مثل زيجزاق بط ون غلوكوز is actually flipped over relative to the other اذا ردا سوكرات انوكلوز غير دا سوكرات شنو عدنا مثل السكاروز كمون تابل شوغر السكاروز اللي هو سكر المائدة هاز اغلايكوسايدك بوند اذا شنو عده غلايكوسايدك بوند لينكينج اذا انا امرك هادروكسيل يعني عدي شنو اذا غلايكوسايدك بوند نفس هالبوند اللي شرحنا عليها ستربط لمنو تربط الانوماريك هادروكسيل مع الغلوكوز ومع الفركتوز سوى الغلوكوز والفركتوز تربط الهادروكسيل مع لاتهم سوية شون ناسة هنا عربطنا الهادروكسيل مع لها ذولة فعندي جيب الغلوكوز والفركتوز عربط الهادروكسيل مع لهم من خلال غلايكوسايدك بوند تنطيني سكرات because the configuration of the energy of glucose is alpha يقول لي أنه الconfiguration ما الـ glucose alpha يعني شنو يعني الـ O8 جوة صايرة نعم وفكنا الـ O8 جوة يقول تمام هو شنو the beta 1 to 4 glycosidic linkage عفوا the link here شنو is alpha 1 to 2 يعني ليش alpha يعني أن الـ O8 جوة بنفس المكان the full name of سكرز الإسم اللي تكامل مع سكرز هو شنو alpha D glycoparanazole 1 to 2 أو beta D fructo furanose يعني قدنا الألفة قلنا أنه هي شنو إنه عدنا الـ O8 بنفس المكان اللاكتوز هو شنو ملك شقر شنو سكر الحليب is compost of galactose يتكون الجالكتوز والغلوكوز تمام يرتبطون مع بعضهم بوستة beta 1 to 4 beta يعني شنو يعني O-H فوق O-H در الشقر فوق و O-H الثانية جوة يرتبطون بوستة beta from the numeric O-H of the galactose التصفل نيب شنو اسم الكامل هو beta D galactoparanazole الـ 1 to 4 تربطها الـ 1 to 4 alpha D gluco-paranose إذن الـ beta D اللي مثلا قلني الـ O-H مالتان فوق اسمي beta O-H مالتان جو اسمي alpha أجل اسمي كور الشقر وأسمي رابطة لتربط بناتهم يعني هذا اسم الشقر الأول اسم الرابطة وهذا اسم الشقر الثاني فرضا عندي شنو عندي السكر ومصدره و اللي كلني كور الشقر مالتان عندي السكر هو شنو كومبوز شنو مالة يتكوون من alpha gluco-paranase العصرة من 1 إلى 2 و B beta D fructano fructano سايد تمام مناخذ من الـ cane وال beet sugar وال sorghum وال some fruit عن vegetable فوق هو خضروات وغير ها الر جنرت يقول اللي كلني كور الشقر السكر برادرام ما يكون عمدي فتشي وراثي يسوي الاكموليشن ما يخلي يصير بي metabolizm تمام اللاكتوز هو شنو سكر الحليب برادرام يكون عندنا يكون إنزائم بالجسم فتشي وراثي يعني أنه ما يخلي الجسم عنده حساسية ما تجيب اللاكتاز الانزائم اللي حالي اللاكتوز بتقول رح تجمع اللاكتوز بالجسم المالتوز هو شنو هو الأنزائم يتكون من الأنزائم هادروليس أو في ستارج الستارج من أحليلها رح تنطيني شنو ستنطيني مالتوز الايزو مالتوز هو شنو هو حساسية هادروليس تهمل النشا لكن المالتوز تتكون من شنو من الأميليز تمام الأميليز بكتين من أسير التحلل يحينطيني هسنا نتعرف عليهم الأميليز الأميليز بكتين رح تنطيني أزو مالتوز اللاكتولوز هيتد ملك يعني السكر الحليب المسخن يعني صارع من عنده نوت هادروليس باينتسنا وإنزائم هاي اللاكتولوز ما يصر به هادروليس ما تنهضم بواسط الإنزيمات بواسط الإنزيمات العادية بط فرمنتد باينتسنا بكتيريا تمام تتخثر بواسط الإنتسنا بكتيريا حيوز أز أوز موت كلاعكز يستخدموها كمسهل التري هالوز هو شنو يست عند فنجاي هو المي شوغر أوف انسير هيمو لمف تمام قوة من اليست والخمير والفطريات عدنا مشتقات الشوغر الشوغر هي شنو الشوغر دريفتف عندي الأمينا شوغر يعني أمينا تتموضع بمكان الهايدروكسي القروب تمام مثال قدنا منه غلوكوز أمين هذا أكو هنا شنو أمينا جروب جاهة غريبة هاي متموضع بدال O-H فزميها أمينا شوغر يصر بها أسيليشن مثل ما نشوفه هنا يصر بها أسيليشن راح تطفاع الويسي بالبوين O-C-H-3 من الان أسيليشن هاي الان أسيلي الان أسيليشن نيورامينات شبيها هي السلصاليك أسد كنا نعرف السلصاليك أسد ينستخدمها أصلا كفتشي أو عصارة للجلد الان أسيليشن الان أسيليشن نيوراميناك أسد أيضا سلصاليك أسد is often found as a terminal recidio of Oligosucaride chain of glycoprotein يقول دائما نلقاه هي شنو الترمنal recidio يعني أخير حلقة موجودة بال Oligosucaride chain سلصال Oligosucaride مع glycoprotein السلصاليك أسد هي شنو impart negative charge تضيف شوحنا سالبة to glycoprotein تضيف شوحنا سالبة للglycoproteins بكوز ليش لي أنو إذا كاربوكسي القروب إذا COO سالبة تينت تسسوسييت مين أنو تتفكك من أنو تفقد بروتون عات فيزيولوجيكال pH هايش بيها احنا اوكي قلنا اين اش ضفناها صار بها السليش لا تيناش لاحظ لاحظ أنو أكو COO group هاي COO السالبة تمين على أنو شي صار بها على أنو سرب association تمين أنو تتفكك تمام من تتفكك تفقد بروتين راح ينطني شوحنا سالبة هذا الشجر تمام إذا عندي هاي الشجر هو وهي أما الأمينو شجر اللي راح سرب بها موديفكيشن تنطيني هاي الآن السليورامينايد شكرا